هلا والله بالرهيبين معكم ايفل ومقطع اليوم بيكون عن اضعف التحولات في عالم الانمي قبل ما اخش بزبدة المقطع لا تفعل ان نكتشارك في القناة وتحط لايك وتنشر المقطع في اي مكان تقدر عليه وبس وبدون اي اطالة خلونا نبلش اول تحول معنا في الليستة اللي هو تحول الى عمالق اغبياء طبعا كلنا نعرف ان طريقة التحول هذا بسيطة مرة تنحقن بالابرة ورح تصير عملاق غبي طبعا كلنا نعرف ان التحول هذا رح يكون قوي في حالة واحدة بس بس اذا ذول العمالقة واجهوا بشر عاديين ما هم مسلحين وما هم مدربين هم رح يشكرون خطر على بشر العاديين اما جنود المدربين او فيلق الاستطلاع على طول التقطيع كذا سلام عليكم ما لهم انفا يعني كلنا شفنا قد ايش انه اللي في قاعد يقطعهم حتى ارمن ما رح يواجه خطر كبير طبعا في البداية كان رح يواجه خطر كبير يعني على بدايات الانمي بس حاليا يعني السلام عليكم يقدر يتخطيهم بكل سهولة يعني فيب خلونا ننتقل للتحول اللي بعد واللي هو تحول ناروتو اللي فيه الاول لا حد يفهمني غلط في البداية التحول هذا كان قوي مرة على وقته يعني على وقت ظهوره بس مع التقدم لحلقات صار التحول هذا مرة ضعيف وما له اي فائدة وبرضو لو تفتكرون في حرب النينجر الرابعة يوم ناروتو وزع الشاكرة حقته لالاف الشينوبي كانوا تقريبا كلهم في طور ذيل الاول تمام وحرفيا ما حس انه اعطاهم قوة اسطورية صراحة من جد يعني حس انه التحول هذا مع تقدم الاحداث والحلقات صار ما له اي فائدة صراحة فيب هذا هو رأيي وخلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها او للانيمي اللي بعدها واللي هو بوكونو هيرو يا حبيبي انيمي بوكونو هيرو اكثر انيمي فيه تحولات مملو حرفيا ما لها فائدة جدني يعني ما ادري كيف اقولك من جيت ما لها اي فائدة اول شي عشان تعرف قاعدة او فكرة الانيمي في حال اذا انت ما شفت هذا الانيمي اي واحد او غالبا تقريبا 90% من سكان كوكب الارض ينولدون بقوة خارقة وبسبب القوة خارقة هذي يعني طيطيهم شكل تمام ممكن واحد ياخذ شكل معين ومنزل الكلام ولكن بعض التحولات ما من امها فائدة جد يعني ما ادري ليش هي موجودة بالاساس واحد يمدد لسانه واحد بس قدرته انه والله انا عندي نفاثة في الرجلي واحد حرفيا بس يطلق اشاعة ليزر مرتين من الحزام حقه واحد حرفيا بس يطلع قطع من شعره ويرميها كذا خلاص واحد يتعرق عرق حرفيا اكثر انيمي هلا فيه شخصيات فيه شخصيات رعيبة بس يعني تحولهم صار غبي مقرف وحتى قدراتهم غبية مرة يجب ان تبدأ معنا خلونا ننتقل للانيمي اللي بعده وليهم اشرار او الاشرار المتحولين في انيمي وان باتشمان طبعا اغلب الاشرار هم اقويات طبعا بالنسبة للبشر العاديين ولكن قدام سيتما وقدام اغلب الابطال ليعتبرون ضعفاء الا نادرا اللي فجأة كذا تلقاه صار في مستوى التعديد الكارثة ومدري ايش هذول يعني اقوياء نوعا ما بس انت قاعد تتكلم عن حرفيا فيه الف وحش كذا بس يضرون مدينيين ويجيك اي بطل مبتدئ كذا ضربة ضربتين وسلام عليكم يروحون فيه يب وللمعلومية اغلب الاشرار اللي متواجدين في وان باتشمان كانوا بشر عاديين وتحولوا الى وحوش للمعلومية يعني فخلونا ننتقل للانيمي اللي بعد واللي هو انيمي دراقن بول طبعا صعب تحصل شخصية ضعيفة في دراقن بول او تحولها ضعيف بس هو مو ضعيف مرة بس مقارنة باللي حوله يعتبر ضعيف اللي هو مستر روش طبعا هو ما عنده تحول حقيقي بس فجأة تلقى انه جسمه صار معضل عن طريق زيادة الكي شيء زي كذا تمام فانا اشوف ان التحول هذا الضعيف مقارنة باللي حوله مثل ما قلت قبل شوي ولكن فيه لو شوية فائدة يعني صراحة خصوصا في البطولة فيب وبرضو فيه تحول ثاني في نفس الانيمي اللي هو دراقن بول واللي هو اندماج الغلط شخصيتين يسوون حركة الاندماج فجأة يجيبون ام العيد في الحركة حقتهم فجأة تلقى شكلهم يصير غبي يا سمين يا نحيف مرة وحرفيا يكون صاحب الاندماج عاجز انه يسوي شيء مرة اسطوري لازم توازل حركة مية في المية بينك وبين الشخص اللي رح تندمج معاه عشان يعطيك الشكل المثالي وكاننا شفنا هالشيء ولكن يبقى انه الاندماج بشكل عام شيء اسطوري ولكن في حال اذا جبت العيد رح يكون اسوى شيء وحتى اضعف من مستر روشي بالاف المرات وخلونا ننتقل للانمي اللي بعده واللي هو انمي هجوم العمالقة مرة ثانية واللي هو تحول يومير الى عملاق اوكي عملاق الفك جوي تمام ولكن انا عن نفسي شفت استخدام ماركو كان افضل من ناحية الشكل حتى في القوة وسرعة الحركة اما يومير اشوف انها ما استفادت من قدرة العملاق زي الناس فهي صراحة حساب ضعيفة فخلونا ننتقل للحيل للانمي اللي بعده واللي هو انمي وان بيس والفاكهة اللي راح اتكلم عنها الحين اللي هي فاكهة الدخان ليش فاكهة الدخان موجودة من بين الفواكه اللي موجودة في وان بيس لانه حرفيا الفاكهة هذه ضد الهاكي او ضد مستخدمين الهاكي ما لها اي فائدة وتخيل انت خلاص صاحب الفاكهة تحول الى دخان وبعدين يعني واو شيء اسطوري حرفيا جد شيء عادي بالنسبة لشخصيات كثيرة حاليا في وان بيس وكلنا نعرف قديش انه انجلت مرة صراحة طبعا مثل ما قلت لازم يكون عندك لو اقل شيء اتقان لاستخدام الهاكي عشان تواجه السموكر ومنذر كلابين وبس والله هذه هي الستهي اكتب لي تحت في التعليقات ايش تحول اللي تشوف انه يساهل يكون موجود في اللستة وما ان وجد او ما حطيته انا وبس والله هذا اللي عندي اشوفكم على خير رهيبين لا تنسوا اللايك والاشتراك والحركات الحلوة هذي كلها وبس اشوفكم على الخير وبيس اشتركوا في القناة